اشتركوا في القناة وثالثا سندرس صيغة كودينيو وسأفسر لكم هذه الصيغة لاحقا أثناء الدراسة وثانيا سندرس في القراءة كيف نرتب الجمل ترتيبا صحيحا حسب المنطق وحسب الأدوات المستخدمة في هذا السؤال وثانيا سندرس صيغة الاحترام لبعض الكلمات مثل كي لي أو تريدا يقدم أو يعطي وصيشدا وطانيشدا صيغة شدا وهي صيغة الاحترام هذا ما سندرس في محاضرة اليوم ينبدأ بجملة رقم 25 أو سؤال رقم 25 من الإستماع 다음을 듣고 물음에 답하십시오 ترجمة نانسي قنقل 알립니다. 기숙사 건물 계단을 청소하려고 합니다. 청소 시간은 이번 주 금요일 오후 1시부터 6시까지입니다. 이 시간 동안 학생들은 계단으로 다닐 수 없습니다. 엘리베이터를 이용해 주십시오. 그리고 계단에 둔 자기 물건은 목요일 밤까지 모두 가져가 주시기 바랍니다. 감사합니다. المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة الكلمات المذكرة في السؤال المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة السؤال المترجم للقناة المترجم للقناة السؤال المترجم للقناة 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 إكتة من الممكن أن الكلمات المذكورة في هذا السؤال إيميل بريد إلكتروني أجي ليس بعد أو بعد تام القادم وهنجا بمفرده تشوغن يذهب إلى العمل أكيدا أكلته يوفر وقت أو مثلا نقود أو هكذا كاكم أحيانا ندرس الأمثلة نيل شهوم인데 아직 قنبو 못했어요 غدا عندي امتحان ولكن لم أدرس بعد 은행은 토요일에도 문을 열어요 البنك يفتح أبوابه هو يوم السابت أيضا 다음 주부터 다이어트를 해야겠어요 يجب أن أقوم بحمية غذائية ابتداء من الأسبوع القادم إلتمنى 스트레스 받을 때가 많아요 هناك الكثير من الأوقات التي أصابوا بها بدغط النفس بسبب العمل من الممكن أن أذهب إلى بيتي الأسبوع الشهر القادم لأنها عطلة سأستطيع أن أذهب وبالعودة للسؤال سؤال رقم 27 سأستطيع أن أختار عن ماذا يتحدث هذا الشخص عن أولا سأترجم لكم الناس من سوشي أجمي إيميل باسا요 هل شاهدت الإيميل في الصباح؟ أنيو أجم مباسا요 بسن إيميل인데요 لا لم أشاهده بعد ما هو الإيميل ثم أولا سأستطيع أن أجمي من المنزل المطعم الشركة سيفتح أبابا هو صباحا ابتداء من الشهر القادم حقا إجهة في الشركة أجمي من المنزل إذن سأكل الطعام الفطور في المطعم الشركة الآن أنا أسكن بمفردي ولذلك ليس عندي وقت لأكل الإفطار أو أحيانا يوجد كثير من الأوقات لا أكل فيها الإفطار لأنني أسكن بمفردي ونستخدم كودينيو هذه القاعدة نستخدمها عندما أريد أن أعطي للطرف الآخر معلومة جديدة معلومة جديدة هو لا يعرفها إذن قد يكون من الممكن أن نتقابل أحيانا في المطعم عن ماذا يتكلم هذان الشخصان واحد وقت تناول الطعام طعام الفطور اثنان الطعام الذي سنأكله في الشركة طعام الفطور ثلاثة الطعام الذي يباع في مطعم الشركة وأربعة السبب أن تتناول السبب وراء أفضلية تناول طعام الفطور عفوا إذن الإجابة الصحيحة هي رقم اثنان طعام الفطور الذي نأكله في الشركة إذن ننتقل إلى ثمانية وعشرين إشي بالبون نختار الإجابة الصحيحة أو الإجابة الموافقة للسؤال واحد المرأة تأكل طعام الفطور في البيت اثنان الرجل يعيش مع أسرته خطأ لأنه قال أنه يسكن بمفرده المرأة لم تشاهد الإيميل بعد خطأ لأن الرجل لم يشاهد الإيميل بعد واربعة الرجل يأكل الفطور ويتذهب إلى العمل كل صباح خطأ لأن المرأة هي من تفعل ذلك إذن الإجابة الصحيحة هي رقم واحد 여자는 집에서 아침을 먹습니다 تأكل الفطور في بيتي إذن 정답 واحد 다음을 듣고 물음에 답하십시오 기타 연습 많이 했어요? 그동안 연습한 거 한 번 쳐볼래요? 죄송해요, 선생님 연습을 많이 못했어요 기타를 잘 치려면 매일 잊지 않고 연습하는 게 중요해요 그건 아는데 연습하는 걸 자꾸 잊어버려요 그럼 기타를 잘 보이는 곳에 두세요 그러면 기타가 자꾸 보이니까 연습하는 걸 잊지 않겠지요? 아, 그럼 저는 기타를 소파 옆에 두어야겠어요 집에 가면 주로 소파에 앉아서 텔레비전을 보거나 음악을 듣거든요 저는 지금 29번을 듣고 물음에 답하십시오 29번 기타 연습 많이 했어요? 그동안 연습한 거 한 번 쳐볼래요? 죄송해요, 선생님 연습을 많이 못했어요 기타를 잘 치려면 매일 잊지 않고 연습하는 게 중요해요 그건 아는데 연습하는 걸 자꾸 잊어버려요 그럼 기타를 잘 보이는 곳에 두세요 그러면 기타가 자꾸 보이니까 연습하는 걸 잊지 않겠죠? 아, 그럼 저는 기타를 소파 옆에 두어야겠어요 집에 가면 주로 소파에 앉아서 텔레비전을 보거나 음악을 듣거든요 기타가 자꾸 들리는 게 중요해요 القواعد والكلمات المذكورة في هذا السؤال أولا القواعد 만이 하다 أو 만이 못 하다 만이 كمبر 만이 �itta مثلا درس كثيرا كمبر 만이 못 �itta لم يدرس كثيرا القاعدة الثانية 게ج نيو هدا هذا الشيء مهم هانن 게ج نيو هدا يعني فعل هذا الشيء مهم ثلاثة كودينيو وهي قاعدة كما قلنا قبل قليل في السؤال السابق عندما تريد أن تعطي سبب لآخر ولكن هو لا يعرف هذه المعلومة يسمعها لأول مرة لذلك أنت تريد أن تفسر له الكلمات المذكورة في هذا السؤال كتا جتار ينسب تدريب ميل كل يوم تاكو غالبا كثيرا عادة إجابة ينسى تدا يترك شيء وتالبوين مكان ظاهر وصوفا صوفا أو أريكا ترو غالبا أو بشكل رئيسي تاليبيجون تلفزيون وأماك موسيقى ندرس الأمثلة أو ريوس التى بيانور الماني جصيو عزفتو البيانو كثيرا عندما كنتو صغيرا بيانور كي دا كمبوهن قوصل ينسب هالكايو هل نراجع ما درست ما درست أو نور كمبوهن تاكي ينسب الماني هاننجة جميو القيام بالتدريب الاستماع كثيرا في دراسة اللغة أمر مهم. أنا تعبان جدا اليوم. الآن سأعطي معلومة جريدة للطرف الثاني هو لا يعرفها. لأنني درست حتى وقت متأخر أمس. طبعا هي بالنسبة للعرب قد تكون قاعدة صعبة يوجد كثير من القواعد لأنني باللغة الكورية. ولكن هذه القاعدة بالذات كوزينيو نضيفها للفعل عندما أريد حقا أن أخبر الطرف الثاني بمعلومة هو لا يعرفها. معلومة جديدة عني مثلا أو عن موقف معين. بالعودة للسؤال رقم 29. اختار السبب الذي جعل المرأة لا تتدرب كثيرا على عزف القيثار. واحد كتاة ينسا لأنها لا تحب عزف القيثار. اثنان كتاة ينسب هالشيغني أبساصل ليس عندها وقت. وكتاة ينسب هالشيغني أبساصل لأنها تنساه. وأربعة كتاة الكارت تجو غني أبساصل لا يوجد شخص يعلمها. لأنها تدرس الآن مع الرجل. إذن الإجابة الصحيحة هي رقم ثلاثة تنضب ثلاثة ننتقل الآن إلى رقم ثلاثين سامشبون نختار الإجابة الصحيحة من ضمن الكلمات أو الجمل التالية المرأة تستطيع عزف الغتار خطأ لأنها تتدرب الآن المرأة تعلم الرجل الغتار خطأ لأنه بالعكس المرأة لا تشاهد التلفزيون كثيرا خطأ لأنها قالت أنها تورو يعني ميندي أو عادة كثيرا بشكل رئيسي أشاهد التلفزيون على الصوفة ستضع المرأة القتار في مكان واضح أو تستطيع أن تشاهد من خلاله وهذه هي الإجابة الصحيحة إذن الإجابة الصحيحة هي رقم أربعة ننتقل الآن إلى القراءة الكي رقم سبعة وخمسين 57번 لدينا مجموع من الجمال ويجمال نرتبها بالترتب الصحيحة لذلك أولا سنقرأ لكم الجمال ثم سنفسرها ونفسر قواعد والكلمات ثم نرتبها بالترتب الصحيحة الجمال أولا 저는 작년부터 자동차 파는 일을 하고 있습니다 손님들과 이야기하는 것이 부끄러웠기 때문입니다 القواعد المذكورة في هذا السؤال أولا هجمان ولكن ثانيا تيموني دا بسببي وثالثا نن إرل هاقو إتا أعمل أقوم بالعمل التالي مثلا تادونتا بها نن إرل أقوم ببيع السيارات يجب أن يسبقها اسم الكلمات المذكورة هنا تيمي إتا ممتع أولا بدأ همدل دا متعب جانجيون السنة الماضية تادونتا سيارة و صنم زبون بكورب دا يشعر بالخجل أو خجول ندرس أمثلة على هذا السؤال هانكوكو رو 처음 كنبه ستة أوريو جمان تيغمون تيميسا عندما بدأت بدراسة اللغة الكورية كانت صعبة ولكن الآن هي ممتعة إثنان هانكوكو غا أوريوب سمي دا تونن دويقوكي نيجي تيموني مي دا اللغة الكورية صعبة لأنني أجنبيا تونن يونغور كارتسي نن يره هاقو شب سمي دا هاقو اسمي دا أنا الآن أقوم بتعليم اللغة الإنجليزية كارتسي نن يره هاقو اسمي دا أقوم بتعليم اللغة الإنجليزية وبالعودة للسؤال سنختار الترتيب المناسب لهذه الجملة الجملة الأولى هجمان تيغمون يري عجو جيمي سمي دا ولكن هذا العمل ممتع جدا ليس من المنطق أن تكون هذه بداية اثنان عندما بدأت هذا العمل كان متعبا ليس من المنطق أن تبدأ الجملة بهذا العمل أي عمل نحن لا نعرف ثلاثة تونن تانجن بطو تادون تاب ها نن يره هاقو اسمي دا ممكن أن تكون هذه البداية بدأت من السنة الماضية العمل في بيع السيارات وأربعة هذه الإجابة خطأ لأنها يعني لأنني التفسير لأنني أخجل من الكلام مع الزبون أو الزبائن وهذه ليست بداية لجملة إذن البداية مبدئيا رقم ثلاثة هي منطقية تا هي المنطق وثانيا رقم اثنان نا وثالثا را ورابعا كا إذن الإجابة الصحيحة هي رقم أربعة نقرأ مرة أخرى بعد الترتيب تونن تا تونن تانجن بطو تادون تاب ها نن يره هاقو اسمي دا أعمل في بيع السيارات من السنة الماضية نا عندما بدأت هذا العمل كنت كان متعبا را لأنني كنت أخجل من الحديث مع الزبائن وأخيرا ولكن هذا العمل ممتع جدا الآن إذن الترتيب المنطقي والصحيح هو رقم أربعة تونن تاب أربعة ننطقل إلا رقم ثمانية وخمسينا هايدان ترتيب 58번 القواعد المذكورة في السؤال لدينا قاعدة فعل بلاس سو بلاس فعل وسنفسرها لكم بعد قليل في الأمثلة ثانيا من بين هذه الأشياء وأخيرا إذا فعلت هكذا سفقط افعل هكذا والكلمات وخالة نقل الأمثلة نومو جول여서 일찍 잤어요. أشعر بي أنوعة لذلك نمت مباكيران. 떡بكي 종류가 많습니다. أنواع التكبكي كثيرة. 이 중에는 안 매운 것이 맛있습니다. من بين هذه الأنواع التكبكي الليساء الغير حار هو الليب. 이름 쓰시고 여기에 서명만 하면 됩니다. أكتب اسمك وواقع هنا فقط. 서명만 하면 됩니다. بالعودة إلى الجمل. أولا لدينا جملة الأماكن التي يمكن أن تستعير من هذه الدراجة هي 12 مكان. ليس من المنطق أن تكون هذه البداية. إذا لم يكن معك هوية بإمكانك إخبارهم بالرقم الموبايل. وهذه أيضا ليست بداية منطقية. الأماكن التي يمكن أن تستعير من هذه الأماكن التي يمكن أن تكون هذه البداية. أيضا ليست بداية منطقية. لذلك المبدئيا البداية ستكون تا رقم تا. تا لدينا إثنان جوابان. ثلاثة وأربعة. الآن سنقارن بين ثلاثة وأربعة. ثلاثة. تا. حن강 공원에서는 자전거를 빌려서 تل 수 있습니다. بإمكانك أن تستعير الدراجة و تركبها في نهر الحن. بإمكانك أن تستعير الدراجة إذا ذهبت إلى مكان من هذه الأماكن و قدمت الهوية. و أخيرا نا. شمونجي 없으면 전화번호를 알려주면 됩니다. إذا لم يكن معك هوية بإمكانك أن تخبرهم رقم الهادف. مبدئيا هذا ترتب منطقي. ولكن دعونا نرى رقم أربعة. رقم أربعة. واحد. تا. حن강 공원에서는 자전거를 빌려서 تل 수 있습니다. بإمكانك أن تستعير الدراجة من نهر الحن و تركبها. نا. شمونجي أبسميون تنابونر الليوجوميون تمنيدا. إذا لم يكن معك الهوية بإمكانك إخبارهم رقم الموبايل. طبعا هذا الجواب تأكدنا لأنه خطأ. لماذا؟ لأن واحد. بإمكانك أن تستأجر الدراجة من نهر الحن. الإجابة الثانية إذا لم يكن معك هوية فجأة تكلمنا عن الهوية وهذا ليس صحيح. يجب أن نتكلم مسبقا عن أنك تستطيع أن تستعير بدون هوية أو بهوية ثم نذكر إذا لم يكن معك هوية. إذن الترتيب المنطقي هو رقم ثلاثة. إذن تونغ داب ثلاثة. الآن ننتقل إلى رقم تسعة وخمسين من القراءة. ولي هالموني نن هنجل كومبوبان اي تانيشي مني دا. تونغ لمدتي. ثالثا إي جي لي والصيغة الاحترامية كيسو. تودا والصيغة الاحترامية تريدا يعطي. ويولشي مي بلاس اسم. فعل عفوا مثلا يولشي مي هدا يولشي مي كومبو هدا درس بي جدا. الكلمات هالموني جدتون وهنجل اللغة الكورية وحروف اللغة الكورية كومبوبان اسم غرفة او اسم مثلا تجمع او هكذا يعني للدراسة اسمه غرفة الدراسة نوين المسنين كامسا شكر بيونجي رسالة يولشي مي بجدن وطوروبشيك حفلة تخرج او مراسم تخرج. الامثلة على هذا السؤال درست اللغة الكورية لمدة شهر. دي لسنزن نمكي سنبورو تريوكو هم ندا. انوين اقدم هدية لأستاذي غدا. كومبورو يلشي مي هنن دي شيوم تال مباسا يو. درست بي جدن ولكن كان الامتحان سيء او لم اقدم جيدا في الامتحان. وبالعودة الى رقم تسعة وخمسين يجب ان نضع الجملة التالية في مكان المناسب لها من الاماكن المذكورة في السؤال. الجملة هي غدا هو اليوم الذي فيه تخرج فصل الدراسة. غدا هو يوم تخرج فصل الدراسة. هذا اسم مكان هو اسمه فصل الدراسة. اين يجب ان نضع هذه الجملة؟ نقرأ مرة اخرى مثلا الجملة الاولى في كيوغ مثلا هذه الجملة ليست مناسبة لانها تتحدث عن التخرج وبداية النص يتحدث عن التحاق الجدة بهذا المكان لذلك ليس منطق. المكان الثاني تعلمت جدة اللغة الكورية في هذا المكان لمدة ثلاثة شهور وليس من المنطق ان يكون الحديث قبلها عن التخرج. رقم ثلاثة المكان في هذا الفراغ. الجملة التي تليه تنمي جدة ان تعطي الاستاذة رسالة شكر. الجملة التي لدينا هي غدا هو يوم التخرج. تنمي جدة ان تعطي الاستاذة رسالة شكر. هذه الجملة منطقية ان تضع هنا. لماذا ليس رقم اربعة؟ لان الجملة هي غدا هو حفل تخرج او يوم تخرج كومبوبانك فصل الدراسة. لذلك جدتي كتبت رسالة بجدن. ليس منطق لاننا لا نعرف ما هي الرسالة. لذلك المكان المناسب هو تيغت. اذا تونغ داب ثلاثة. ننتقل الى رقم ستين. نختار الجملة الصحيحة. هل موني نن يجي هنقرز سل جلال شمي دا؟ جدتي تعرف كيف تكتب الرسالة الآن او اللغة الكورية. سل جلال دا. هل جلال دا يعرف ان يطقن مهارة او يفعل شيء معين. اثنان. هل موني نن كمسا يبينجير البهدوشو السمي دا؟ حصلت جدتي على رسالتي شكر. وهذا خطأ لانها هي من كتبت. ثلاثة. هل موني نن هنقر كومبوبانك سونسين نميشي مي دا؟ جدتي هي مدرسة لفصل الدراسة. وهذا خطأ لانها هي طالبة. هل موني نن توروبشيك دال بيونجير البهدوشو السمي دا؟ قرأت جدتي رسالة يوم التخرج. وهذه الاجابة خاطئة لانها لم تقرأها كتبتها. اذا الاجابة الصحيحة هي رقم واحد. نترجم لكم الان ترجمة هذا النص. جدتي تلتحق بفصل الدراسة. فصل الدراسة هو فصل للمسنين الذين لا يعرفون الحروف الكورية. التحقت جدتي بهذا المكان لمدة ثلاثة شهور. غدا هو يوم تخرج فصل الدراسة. ستكتب جدتي رسالة شكر للأستاذة. لذلك كتبت جدتي الرسالة اليوم بجد. اذا هذا كل ما لدينا في محاضرة اليوم من امتحان التوبيك. الآن سألخص لكم ماذا درسنا في هذه المحاضرة. بداية في الاستماع درسنا في الاستماع بوتو كاجي من الاء. وثانيا درسنا اجيك موت بلاس فعل. يعني لم افعل هذا الشيء بعد. وثالثا درسنا كودينيو لتقديم سبب لشخص ولكن هو لا يعرف اي معلومات عن هذا الموضوع. اما بالنسبة للقراءة فدرسنا في القراءة اولا كيف نجيب على السؤال باستخدام ادوات الربط مثل هاجمان وغيرها. وكيف نرتب الجمل حسب الترتيب الصحيح باستخدام هذه الادوات. وتعلمنا صيغة الاحترام مثل تانيشي دا و تري دا و سيشي دا وغيرها من الكلمات او صيغ الاحترام. اذا الان ننتقل الى كلمات القراءة الرئيسية. لدينا اولا كلمات جانجيون السنة الماضية. و هالموني جدا تجاجونجو دراجة. اذا كل ما لدينا في محاضرة اليوم من امتحان التوبيك. اتمنى لكم كل التوفيق. شكرا جزيلا ومع السلامة.